وش اخباركم وش مسوين ادري انكم مستغربين الان وتقولون هذا والشابه هنا طبعا اليوم انا معكم هنا فايز ما هم موجود والمجلس هذا بيكون فيه انا سواء رضيتو او ما رضيتو عموما خلني اخد معكم قصة راح تستفيدون منها ان شاء الله عن الرسول صلى الله عليه وسلم زي ما انتم عارفين انه من اهم الصفات للنبي صلى الله عليه وسلم اللي هي الرحمة بالناس فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يرحم الصغير قبل الكبير فكان يهتم بالرحمة في النساء وفي الاطفال حتى في الخدم وهذه النقطة اللي انا ابغى اتطرق فيها حدد خلاف بين الصحابي ابو ذر و مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم بلال بالرباح فأبو ذر تعرفون انه يعني من سادات العرب من عظماء الاسلام وله مكان عظيمة يعني فموقف بسيط وخلاف صار انه قال لبلال يبني السوداء فالموقف هذا يوم وصل للنبي صلى الله عليه وسلم فغضب النبي وقال لأبو ذر فيك انك امرم فيك جاهلية وعطاه من الكلام يعني بالنصح في رحمة الخدم ورحمة الناس وكيف التعامل معاهم فيوم سمع الكلام هذا بدر يعني رجع على طول وتوجه الى بلال بالرباح فيوم قابل بلال بالرباح وقف قدامه وجلس على الارض وخدع التراب فوقتها قال لبلال دس على وجهي بقدميك فطبعا وقتها بلال يعني وقت انتقام له وهذا الوقت اللي يقدر يرد الشيء اللي اسائله فيه ابو ذر لكن تربية الاسلام واللي علمت كثير من الصحابة فكان رد يعلم ابو ذر بالشيء اللي سواه فراح نزل على طول الى ابو ذر وشال وجهه وبدأ يقبل وجهه وحضنه وقال له والله لا تطأ قدمي على وجه سجد لله تعالى فهذه كانت يعني من الصفات اللي تعلموها من النبي صلى الله صلى الله ولي وسلم يا الله مرحبا وش احبارك طيب وش علوم الله يرضا لك شو مقدم ازاينا انت بدأت حتى ثواني ما انتظرتني والله جيت عاد شفت الكاميرات قدامي وكذا قلت عاد خلنا نبدأ يا مرحبا الله يحيييك يا مرحب ومسهر الله يرضا الله وش اخباركم والله شكرا على المقدمة الله شكرا